اشتركوا في القناة 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 تحجد بعث مرسال لصديقك الأخوك إن أهلك بلديك إيش بيش بي مخلت وصني منك بسالة بالخصة إذا أنت عندك برياض بي المقدر بزل الله هو دزلي مرسال يسوي برطان أرد بل ونساويها بيحب منك ولاك حالة مقدر لا عرف بقضاء 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 دينة أعوض بالله طبعاكو ناس طاشة بالسوشال ميديا على لا شيء بس هذولة يعني دائماً أحكي عن ناس اللي طاشة على لا شيء بس هذولة من الصدق يعني هيتش طاش على لا شيء يعني جايب لك ورقة بيضة تشتر شايفين تحدي البيضة هالبيضة اللي طشت وجابت لايكات هذولة بيض بيضة ما منها أي فائدة بس يتحطيها وطاشة فرحبوا يايب هذي الشخص طبعا لاحد يزعل مني شباب مقدمة يعني انتوا اللي راح أخصوفكم لا تزعلون مني لانا انتوا ما طول طبين بهيتي مجال تتحملوا كل شيء تنتقدون انتقدكم واعد يتش عليكم وهي هاي هاي حياة المشاهير مما انتوا صرتوا مشاهير يعني حلو تخبل الله الجنن شين هاي أول مرة أضوغ هيتشاي بالي علي التافي من التافي يا ربكم منو قلولي منو التافي منو التافي بهذا العمل اللي شفتوه هسه والله بالي علي التافي طبعا حتى ضحكتها مصطنعة يعني دي حاول يقدم محتوى بس ما يعرف شي يسوي فجاب واحد راح قل له أوقف هنا تعال خل تغزل بك وبعدين ده أطلع يتغزل بتشاي وأقول لك تافي وراح ينشر الفيديو واضحك لي ضحك الشذابيت محمدا والدفن زرباب انت زرباب تعال si hell اوه Champ terrific ترى ليه انتي اللي ضحكة علية هو اللي ضحك عليك و تذلكك؟ انت بخلي فلتر تشلب و بوجهك و الحلو فلتر يزال بطن على الجلب و طلع على وجهك üzellib كلب الaffe يا ضح الأ 58 لو ما أكل بيض؟ لا ما مالبيض كل أنك لعابة لا تجير إن تزاط rethink البليارد تحترق القيام الـ سอะไร و لا يأكل لي لا ش sponsored طبعا إلك ناس خفيفة على المعدة و hic 이미 Blaz عني مثلا أني يترى من مdarفقة الخيسة والغثاثة ما صح لك التغثيث اقول لك انت تريبيل ليش تصير تريبيل؟ يعني ها صارت مسهبة انت اسمك صار مسهبة يعني اي واحد يشوف اقول ها تريبيل هو لازم يتعارك ويايا تمام؟ من اقول لك تريبيل معناه انت اغث واحد بالبشرية خلت عبر مرحلة التفاهب شنو شاقلك؟ لك انت لفل ميتين هي التفاهب لفل مية انت واصل بها لفل ميتين هي مية وتقبط مثل الار بي مع الباب جي مية يقبط لا انت تخيل نفسك بالباب جي بس ار بيك ميتين شلون متعرف انت بالتفاه ميتين على غوطيز مياكل ثمرني ليش؟ نقول لكم حركات مالكلاب يعني هو لك طحي ناو شوني ناو شوني شنو 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 اردفتشي ردية ناقص انقص منة ماكو اه 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 اح يعني اشرفكم هالحركات مومال شامبانزي لو مومال شامبانزي تريبيل هو حيوان غير مصنف من رتبة عظيم الذيل عادة ما يختلط على غير الخبراء ولا يميزون بينه وبين القرد نظرا للتشابه الكبير بين شكلهما ووفقا لحديقة حيوان سان دي ايغو والتي كانت موطنه السابقا فإن أسلاف تريبيل كانوا أكبر بكثير يعيش هذا الكائن أو بالأصح يعيش هذا الحيوان على جدران التواليتات ويتغذى على القراء الموجود فيها شوق لومبي لومبي شوق لومبي أنا أنا عمارتي ومعيدلي حتاية ومعيدلي ومعيدلي حلو أحب الصريح ويتعترفت بالسانك هلو معادي أنا فكرة الإنسان لازم يطمح يطور نفسه يعني محترماتي للمعدان يعني أوكي محترماتي لهم المعيدلي شنو هو داما يكون شخص غير مثقف غير متعلم آآ يكون مثلا شغلاته يشتغل شغلات بسيطة راعي احتمال يمشي بالشارع حافي يقعدوا بأهوار بخية مما دول المعدان تمام يعني يكون نسبة ثقافتهم يعني شونه يقولك أنت ابن المدينة ما تتعايش وياه أوكي يعني مو لأنه أنت أكبر منه مو لأن أحسن منه لا بس فكرة ويا فكرك يضارب ما تقدر شونه تفهمه يعني ما تعرف يعني ما تعرف شتعايش وياه طبعا مالم عادي محافظ غيرها وين ما يروح يغنيها بكل مكان حتى بالحمام يقول غنيها ما خلى مكان ما غنى مالم عادي بيها ما تعرف هي أغنية ما دري شعور ما دري هوسة والله ما دعرف شنسال فتح أنا أنا عمارتي ومعيد الحتاية 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 wanna see me أنا عمرتي ومعادي ما عدى نحن بينا ملوحة بينا ملوحة معداة نحن راحتركض ركض من سامولي لمعادي طبعا تركض للهور وقابل تركض للمول غير التمعي دي طبعا مو بس هالشخص طش اكوا هاي شخصيات طشة و شو قل لك يعني من تشوفهم خشمك يقوم يخر دم والله سجديات يعني خشمك من تبوح بلهاية بللسته خشمك يقوم يخر دم الضغط يصعد عندك الضغط يما احتيش نقطة محمد واخر عني سير روحي طالعة لا ولا روحيش طالعة اي والله واخر عني دي قابلية خلت رجع الوقت الداخل ابو الميت صاحب اكثر ضحكة مزيفة بالعالم تخيلوا من عمره سنة الحد ما فكر يطش بهاي السنة هو كان يتدرب على ضحكته تدريب حماس قيام جلوس رجل حنجرة عضلة الفك يمين يسار الانف مع وجود الانف مع تصغير العينين معها يطلع لكم ابو الميد يعني تخيلوا من يصور فيديو ويحتي بيه نكته يصور عشر مرات ليه شي يعيد الفيديو عشر مرات مو على مود يشوف النكتة ضبطة لولا لا على مود يشوف ضحكته طلعت الضحك لولا اخو واحد سأل زوجتها قال هل تعلمين كم عدد اسنان الحمر فقالت لولا ماعرف روح للمراية وعد هنا وشوف هنجقيت واللي يغثني اللي يغثني الانم تضحك على هالنكت مال الخليل كوميدي يعني فوق مانتقه تحك نكت من العصر العباسي سامعين فوق هاتضحك عليهن يعني انا اول مرشو فاعد يحك نكتة يضحك عليها حبيب اللي يحك نكتة حتى مايبتسم بني خلص النكتة بسيتش المقابيلة هم يضحكون هذا هذا مختصر النكتة يا حبيب قلبي تتذكر من كنت تتخلي اخوك الصغير يصعد على ظهرك وتسوي نفسك طلي تتذكى لا ما تتذكى على فكرة هو دي احتي شغلات هو كان يسويها يعني هو كان يسويها انت كنت تتسويها يا حبيبي وده تضحك عليها وهي ما تضحك ما قال له تضحك هي كان انا ضحكت عليها والله العظيم انا ادعم الموهم ترى والله وادعمك عادي بس غير كون انت عندك شي كوميدي من اطلعك بلقاء تلفزيوني شكت بجوا اسمك ابو الميد شكت بجوا والله حتى حيرت شكت بجواك لا تت لا تت ما دعرف انت شنو ما دعفتهم اكبر خيانة ممكن تشوفها بحياتك من تلقي صاحبك اللي دائما تلعب ويا ببجي فايت للعب بدونك هنا انا صدق تحس بخيانة عظيمة اقدره واشكوه فيك بابا صدقنا اني ماء ضايج منك انا ضايج على مودك انا ضايج على مودك اخي لم يحبوا يا انت ازوجت اذا 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 تزوجت وصار عندك ابن ابن بن هذا الابن تعرف LuJtre'ah يا عيرو بيك يا عار يا عيرو بيك انت عار على اطفالك بهاي سهالفك بهاي سرعك بالزمن راي يتطور شي يشوفون ابو الميد بهاي نكتل من قرضه يا عيرو بيك يا اخي عيرو بيك يا ابو الميد يا عيرو بطل امسح واتبع فلوس للبيج اعطيني ناشرة فيديوهاتك حتي يمسعون الفيديوهات منها السلاحك على نفسك ابو الميد انا خايف عليك ابو الميد امسح امسح دليل دلت دلت تسوي صفعتك بمانو لميت متابعين لك سويها لتجويد القرآن تجويد القرآن ام الميد صوتك وراهم بس لا تضحك انت وتقرأ الآية في دول قلبك يما هل تعلمين كيف ينام القرد؟ القرد؟ ايه لا اشلون؟ ايتش عتا امه همدة تمثل الضحكة سيكون ام Burger شهده بس غلك عشان من قراءه روح بيع شوق لومبة لومبة شوق لومبة تخيلوا أبو الميد من تخلصها في كارا ينزل فيديوهات بس يضحك بيه بس ضحكة إنتظر خلق أبو المهتب لم تكنك أبو المهتب خلق مهتب يا طويلة وإن المكان نجد أسلش دافية وحلوة وتحب اقبالي أبو طويلة أبو طويلة هذ الشخص متعرف الشون رتصنفه مهنت يبوق اغاني ويقعد بالسيارة ويشغل اغاني ويشسور شعره شلون فن سهل يطشي شك يا طويلة كل الصلابة بظهري ورب الانوثة اقبالي وهلشخص ساعه يتغزل بالطويلة وساعه يتغزل بالقصيرة ومرات حتى يتغزل بالاطفال الرضيعة بعادهم بالقماط يا الطويلة قولولها بحبها ضعت وشغل طحت وتعثرت طبعا هالشخص يفضلوا اغلبية المراهقات هذان المراهقات اللي عاشوات دور سعد الحل اللي دوران حلوين يدورون شخصيات بالميوزيكلي يتغزلون بيهم ويقعدون يتمالحون قدامهم يا الطويلة يا القصيرة يا الطاقين بعادهم حب الشباب باستوى طالع بوجههم فهذاني ربهم ودينهم هج نماذج مثل هذا ابو الطويلة وبالتعليق كله كتبا فدواه يفدواه متت متت بموت سوسو ضغطتهم ام يزني متت يومه فدواه منوشه اوهي عزا 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 مو عزا تنصوش بالاهل لانو ملبسين بنات للحجاب جباري ما العلم الدين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما اجي فراضة هيش غصب على العالم لا الدين محبة والحجاب ما تلبسي الا عن قناعة يعني ثاني بنتي من خلفها ما اقولها انا اوصف لها شنوه الدين وقلها انو الحجاب واجب على المسلمة تمام بس ما اقتلها انا ما لبسة الحجاب براحتج لا تلبسين الحجاب على فكرة ترى اللبس القصير والشعر الطالع هذا ابد ما يدل على المو شرف لا هذا مجرد انو ستايل اوكي واكو بنات مو محجبات شريفات انا ما ارد اصلكم مثل ببكر خارج واشرح لكم هاي المقتبس اما انا بالبداية قلت انو ما اتزوج غير محجبة بعدين اتزوج واحدة مو محجبة لانو اكو كوم بنات مو محجبات شريفات واكو كوم بنات محجبات ومن جوال الجواه كنا ندربها اسوالة في بصارت قديمة بس هنا من الاخير انو الحجاب ما يمثل البنية الشريفة فانت مو شرط انو ات حتى تثبت انو ات اولا لبت مناطق خوش تربية انت بتحجبن غصبا ما عليهم لها الحبيبي اول من تالة من رح يروح ان كلية رح ينزعن الحجاب بالخط ويصادقنا بالخط ورمي صادقا ابو الخطي طبا للجامعة عازبات ما مصادقات في صادقا حموشي حموشي ضاغطهم بالجامعة ومن يطلعان يرجعنو يا ابو الخط ما انت مات طبعا على البكرة ابو الخط هذا مصادقا كلهن يعني بس واحده ما تدرب اللخ يعني هذا مصادقه فحجابك هذا الماله داعي ما رح يخلي بيتك شريفة لازم هي تلبس عن قناعه قاعد تبتين لك بابا عرفوا شوان تربون لك كنت والله ذبحتوني اعرف شوان تربي بيتك اعرف شوان تربي ابنك لك والله ما تستحاني هالك تدوتني وداع علم بيكم مو هي عاقل هي عقليات يا ابو عقليات ثاني عمره الثلاث وعشرين سنة يعني اكو ناس كل واحد عمر الاربعين سنة ما يعرف شوان يعامل جواله يضرب مرته هو مثل الحيوان يضرب مرته هو خنيث خبيث بالشارع كانوا قبل كلها تقتل بيه والحد اسه بعده يرجف من شخصيات يخاف منهم بس متسبع على مرته نفس الحال يضرب جهاله مع العلم هذا كله العنف الاسري يولد شغلات مو زينة بالمستقبل لا غيرت تفهمون هذي الشي تمام فاسه اني ابويال الطويلة على شنو احبك ومتت في دواء شنو التى شنو شنو الشاب زربابته لوه بالميد مثلا لو منو مثلا يعني اريد واحد مقدم شيتو وان ماك واحد سخيف زايع تلقاع وماعده شغل وعمل تقتلون نفسكم عليا لا والمشكلة هسه متكد بالتعليقات لان رايصرون تاجراسي مواني كلها يولي حتش علي طلع تاجراسي لك هاني شنو هذا راس لوه الوصينيه يولي يجي قعد فوقه هسه والله خبطتوني يولي يجي تاجراسك هذا تاجراسك ايوه اسه ازرب واحد يحتش عليه يطلع واحد يقولي هذا تاجراسك هذا اعرف راس هو هو الوكيه اساسيه بل 27 هالعرضيه طبعا نور الزيين عده اغنية شي يقول بيه انا الحنية تودوني الخوالي ايه متروه حتة يعني طفلي اتا صغير ايه اخد تاكسي نفراتها يصعد من انا من الاعظمية اكو من الكاظمية اكو اكو من المنصور اكو نفراته هو يصعد اضحك لك اضحك حالي حال ابو الميت اضحك اضحك تخبل والله